موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم في نشرة الاخبار من قناة طيبة والبداية بالعناوين اهالي الابي تطالبون بعزل والي الولاية بعد تفلتات امنية وقوى الحرية والتغيير بجنوب دارفور تسحب الثقة من الوالي وتطالب باقالته انسحاب ناظر البنعامر من عضوية الية تنفيذ مبادرة حمدوك وسيل من الانتقادات لعدد من الاحزاب لآلية مبادرة حمدوك مقتل جندي واصابة ثلاثة في هجوم استهدف عربة تتبع للدعم السري بغرب كردفان اهلا بكم الى التفاصيل طالب اهالي مدينة الابيض الحكومة الانتقالية ومجلس الوزراء بعزل والي الولاية خالد مصطفى بعد تفلتات امنية شهدتها مدينة الابيض فيما اضرب جميع الاطباب مستشفى الطوارئ والاصابات بمدينة الابيض ما اضطر اهالي المدينة بنقل عدد من الحالات الى الخرطوم بعد التفلتات الامنية التي شهدتها المدينة في البلد دي عشان كده قاعد يمارس شكل الضغوط مع اهلنا الان احنا زادنا يعني الطباء في مستشفى الوبيض مدربين ده واني فاشل جدا مفروض يمشي اذا ما مشى بعد ذا احنا بنحمي اهلنا زي ما ابناء دار فرحة مع اهله وابناء الرزيقات المسارية وغيره وبقول الكلام ده ملزم بهه تماما وخالد مصطفى بيعرفني اكتر منه بيعرفني لانه انا ما شفتك في معتقل طيلة التلاتين سنة انا من عمر ستباشر سنة في المعتقلات انت الرجل جاء متسلق من الصور مع غازي صلاح الدين فانت لانك اول حاجة منبط سياسيا وما عندك ارزجيت هنا ما بهمك اهلنا يموتوا ولا ما يموتوا ودي الرسالة انا رسيلة لك وارسيلة لكم نزول حوالك واتحداكم في الشارع ولو بجاءت بنت الكلب ادتوا اجروا اهلكم والله انا قاعد دي الاهلي وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم علي فاعوم شمال كردفان اه انا قبيلة كردفان كلها لكن ما حصل في شمال كردفان هو نتيجة لعدم وجود والي مسؤول بصراحة والغواتة الامنية والشرطية ما قاعدة تقوم بدورها بالطريقة المسؤولة حتى لو هي قامت بدورها بعد ما تحصل الجريمة حتى هي بتحاول تتحرك عشان تحل المشكلة ان احنا في شمال كردفان اول ميس فقدنا بيتنا من بنات دار حامد وطعنوها ورموها في البير في السوق الشعبي قبل اربع يوم عندنا اخونا ياسر فقدناه في جنوب الابيت هنا دا شايل تجارته اربع صباحا خمسة صباحا ماشا على الدبيبات عشان بس ياكم قوت يومه بطريقة اخلاقية وبطريقة بتاعتكز بعيش بحلال فهذا الوالي لا يهمه الاطب الان مستشفى الطواري فاضي ما فيها طبيب المحاسبين مضربين المدارس باقي الله اسبوعين تفتح لا في مسئولية ولا في دقيق ولا في مياه شرب احياه في الخريف عشان هذا الوالي لا يصلح ان يقود هذه الولاية اذا هذا الوالي تبقت له ايام في هذه الولاية سوف تحرق هذه الولاية على بكرة ابيه لذلك ما في خيار غير باكر كل مدينة الابيت تطالب بازاحة هذا الكابوس الذي يسمى خالد مصطفى بعد ذا ثاني نحن بلغ سيلة زبا والمسألة وصلت بيوتنا وصلت شرفنا وصلت عرضنا وصلت حتى لدرجة انه زول في زراعته بتم الاعتداء عليه بزول عابر ما في امن ما في طمأنينة نقبل نجوع نقبل نعطش ما نقرأ لكن الامن خط احمر لذلك كل الرسالة خاصة لحمدوكم اجلس الوزراء انه هذا الذي يسمى خالد مصطفى لازم يمشي اذا ما مشى هذه البلد ستحرق وانحنا كابناء البلدي واولاد بعيدا عن السياسة والله لن نسمح تاني يحدث هذا الامر لو انتم ما دارين تنظموها خلونا انحنا من ننظيمها بطريقة تانية لذلك نوصل الرسالة لكل مواطني على البيت بكرة سوف يكون في الرفض كامل وشامل لخالد مصطفى شكرا جزيلا ما عندنا كلام قدير وفي ذات السياق اعلن الثلاث كتل من قوى الحرية والتغيير وحزب الامة القومي بولاية جنوب دارفور سحب الثقة من والي الولاية موسى مهدي مع المطالبة بإقالته وقال عضو المكتب القيادي بحزب الامة القومي محمد عبدالسلام في المؤتمر الصحفي لتقييم اداء الوالي بنيالة انه منحاز للشارع لصوت الجماهير رغم ان الوالي من حزب الامة لكن القيم والمبادئ فوقعي انتماء اعلن ناظر عموم قبائل البني عامر علي ابراهيم دغل انسحابه من آلية تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوب وقال دغل في بيان الله انه تفاجأ بالمبادرة وبمضمونها خلال المؤتمر الصحفي وعبر الصحف مضيفا ان المبادرة لم تكن شاملة ولم تحوي محاور واضحة لجمع الصف الوطني ولم تتطرق لمرتكزات معالجة القضايا الملحة ذات الاولوية المتمثلة في الانفلات الامني والتشضي المجتمعي وخطاب الكراهية الذي مزق المجتمع لا سيما بشرق السودان وصف رئيس حزب البعث السوداني يحيى الحسين مبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوب بالجسم الميت وقال يحيى بحسب صحيفة الانتباه ان المبادرة ولدت ميتة وهي محاولة لاستقطاب الناس وارجع عن سحاب حاكم اقليم دارفور مني اركم الناوي وناظر البيجا محمد الامين ترك من المشاركة في المبادرة لعلمهما بان الالية هي محاولة لجمع اشخاص اللي يدعموا جسما ميتا جزم القيادي بالحرية والتغيير ساطع الحاج بفقدان الصلاحية القانونية للاجتماع المشترك بين مجلسي الوزراء والسيادة بعد تسعين يوما من توقيع الوثيقة الدستورية وقال ساطع في تصريحات لصحيفة الانتباه ان الوثيقة حدثت فيها انتهاكات بدأت بتشكيل مجلس السيادة للمجلس الاعلى للسلام وصلاحيات رئيس مجلس السيادة في المادة 12 حوالي 37 صلاحية لا تمكنه من انشاء مجلس اعلى للسلام وهذا تجاوز للوثيقة الدستورية قال رئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت ان الية مبادرة حل الازمة الوطنية التي اعلنها رئيس مجلس الوزراء شملت الكثير من الاسماء ذات الصلة بالازمة والتي لا يمكن ان تكون جزءا من الحل واشار عصمت الى ان حزبه كان اول من قابل رئيس الوزراء واعلن تأييده المبدئي للمبادرة وقال عصمت انه كان في اعتقاده ان تتضمن المبادرة اسماء للجان المقاومة والقوى السياسية الشبابية التي شاركت في تفجير ثورة ديسمبر الا انها حوت اسماء الذين كانوا سببا في الازمة قطع رئيس الحزب الناصري الموحد جمال دريس الكنين بان المهام التي تم على اثرها تكوين اعلية لمبادرة حمدوك هي مهام مرتبطة بالجهازين السيادي والتنفيذي ومن صميم عمل الحكومة الانتقالية وذلك وفقا للوثيقة الدستورية التي نصت عليها الاتفاقية وقال الكنان بحسب صحيفة الحراك السياسي ان الالية لا تحوي اي تغيير ولا قدرات نوعية تذكر وكل ما يمكن ان تقوم به الالية هو المطالبة بتنفيذ اهداف الثورة كما يفعل الشارع السوداني وكل المظاهرات التي تخرج للمطالبة بتنفيذ اهداف الثورة من القبل الحكومة الانتقالية وصف الحزب الشيوعي مبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بانها قفزة في الهواء وقال القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرر ان العناوين التي حوت المبادرة في غالبها من اختصاص الجهاز التنفيذي الذي يرأسه رئيس الوزراء واشار كرر الى ان الالية المترهلة تضم عناصر كانت ولا زالت سببا في الازمة الراهنة وقال عن هيكل اعضائها وعدم تجانسهم وعدم وضوح الالية وحدود تفويضها بانها مضيعة للوقت ولن تسهم في علاج الازمة قال نائب رئيس حزب الامة القومي ابراهيم الامين ان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك باعلانه الية وطنية لتنفيذ مبادرته للوفاق الوطني راحت مبادرته بذلك هباء منثورة واعتبر الامين بحسب صحيفة اليوم التالي ان الالية التي كونت وفقا للمبادرة لها هدف واحد هو تصفية قوى اعلان الحرية والتغيير كحاضنة للثورة واقامة حاضنة جديدة واعتبر الامين ان ما تم يعد انقلابا على الحرية والتغيير وتقف معه المجموعة التي تريد ان يستمر النظام الذي بات اشبه بالشمولية اعلن رئيس حزب الوسط الاسلامي يوسف الكودة رفض حزبه لمبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ووصف الكودة في بيان الله ان الية المبادرة مترهلة مطالبا بمصالحة حقيقية لا تستثني احدا وان الاعلان عن بعض الشخصيات في المبادرة لتهدئة الاحوال بحسب نص البيانة لم يكد حمدوك ينهي مؤتمره الصحفي بخصوص توضيح الية مبادرته الوطنية حتى عمت الالية سيل من الانتقادات ووجدت رفضا حزبيا وشعبيا واسعا بل حتى اعضاء المبادرة الذين عينهم حمدوك دون مشورة لهم قدموا اعتذارهم عن عضوية المبادرة فافتتح حاكم اقليم دارفور مني اركم الناوي الطريق امام المعتذرين لتتوالى بعده الاعتذارات عن المشاركة في الالية ليخلفه الناظر محمد احمد الامين تيريك رئيس المجلس الاعلى للبجا ورئيس تنسيقية شرق السودان باعتذار اخر قال فيه انه لا يمثل نفسه انما يمثل المجلس الاعلى للبجا وتنسيقية الاقليم الذين قرر عدم المشاركة في الالية لاسباب تتعلق بمسار الشرق ليعقبه ايضا ناظر عموم قبائل البني عامر علي ابراهيم دقلل ويعتذر هو الاخر لاسباب عدم القبول بمبادرته التي تقدموا بها لحمدوك في ظل تجاهل الحكومة الانتقالية لقضايا شرق السودان مضيفا انه تم اقصاء مكونهم من التمثيل السياسي للبلاد ليؤكد على عدم المشاركة في الالية لمبادرته لم يكونوا طرفا في نقاشات مضمونها ومحتواها الحزب الشيوعي بدوره انتقد الالية ووصفها بانها ولدت ميتة ليترك الجميع حمدوك حائرا في الوسط حين قال انه شاور تيار عريض البعض يرى ان مبادرة حمدوك ما هي الا لملمة شتاة القوى السياسية التي تفرقت ايدي سبأ عقب توزيع السلطة في حكومة الفترة الانتقالية كما تمت مناقشة الالية المبادرة مع نفس مكونات قوى الحرية والتغيير التي اعتبرها البعض بالاستهبال السياسي وانها مضيعة للوقت ادانت اللجنة الامنية بولاية غرب كردفان الاعتداء على عربة تابعة للورشة المركزية لصيانة عربات قوات الدعم السريع كانت في طريقها من الفاشر الى الخرطوم وعلى متنها اربعة جنود من قبل مجموعة مسلحة اغلقت الطريق القومي في منطقة الروايانة واوضحت اللجنة في تعميم صحفي بحسب وكالة السونة ان عربة الدعم السريع تعرضت لاطلاق نار من قبل المجموعة مما ادى لجرح ثلاث وقتل جندي من ركابها واشار البيان الى ان المجموعة اختادت العربة الى قسم شرطة الخوي حيث ما زال البحث جاريا عن جنديين كان على متنها ودوين بلاغ تحت المادة 130 والبحث جاريا عن الجنات اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن شمس الدين كباشي على الاسس والمعايير التي اعتمدتها اللجنة القانونية للحرية والتغيير في اختيار المرشحين لرآسة القضاء واكد عضو مجلس السيادة لدى لقائه بالقصر الجمهوري وفد اللجنة القانونية للحرية والتغيير منوها حرص مجلس السيادة على اكمال الاجهزة العدلية لهميتها في سير العدالة فيما اوضح عضو اللجنة القانونية نبيل اديف في تصريح صحفي عقب اللقاء ان اعتبارات اللجنة في الاختيار جاءت متوافقة مع الاعتبارات التي سيتخذها مجلس السيادة في اختيار المرشحين فريق كباشي على الاسس التي تم بها اختيار المرشحين لرئاسة القضاء وايضا حثثنا المجلس السيادة على الاسراع باتخاذ القرار باعتبار انه اكمال الاجهزة العدلية مسألة مهمة بالنسبة لنا نحن العاملين في الحقل العدي وايضا بالنسبة للشعب السوداني وللثورة وقد اكد سعادة الفريق ان الاختيارات ان الاعتبارات التي اتخذناها لاختيار المرشحين هي نفس الاعتبارات التي سيتخذها بجلس السيادة لاختيار المرشحين واكد لنا من جانبه انهم يعني يهتمون برأينا وبما ذكرناه وانه سيعملون سيتخذون القرار وفقا لنفس المعايير وفي النهاية تم الاتفاق على ان تكون هذه الاتباعات التقى النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دغلو بمكتبه امس بوفد الادارات الاهلية بجبل مرة وجبل سي وناقش اللقاء الاوضاع الامنية والعودة الطوعية وتأمين الموسم الزراعي بحضور المقدوم صراح الدين محمد الفضل نائب سلطان عموم دارفور واشار المقدوم الى جهود حفظ الامن وتأمين المواسم الزراعية مما كان له الاثر البالغ في الاستقرار والعودة الطوعية للمواطنين أنا سيد النايب الأول لرئيس المجلس السيادة من أوائل الذين هبوا وقدموا الدعم والمساعدة لأهلنا مما ساعد في استقرارهم فشكر جزيل لفخامة ولمعالي الأخ الأخ الفريق أول محمد حمدان دول على ما قدمه لأهلنا وما ظل يقدمه من دعم في دعم أمني ودعم مادي واجتماعي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزه خير الجزاء وأن يوفق خطنا في الدعم السري قيادة وقاعدة وقوات على العمل من أجل وحدة السودان وسلامة أراضي شهدت والي نهر النيل أمن أحمد المكي أمس توقيع وثقة الصلح بين الأرباب والرباطاب بقرية أمري بمحلية أبو حمد بسبب نزاع كان بين القبيلتين حول مناجم الذهبة وأشادت الوالي إلى دور الإدارة الأهلية في وضع الحلول للمشاكل وقالت إن الوطن يسع الجميع ونهر النيل هي حاضنة لكل السودان والجميع تعايش بأمان وسلام ومشيرة إلى جهود حكومتها لترسيم الحدود مع الولايات المجاورة عبر لجنة قومية خلال الفترة المقبلة تمكنت شعبة مكافحة المخدرات بقوات الشرطة من ضبط عدد ستة دانات أر بي جي وخمسة عبوات دافعة بمدينة الفولة في ولاية غرب كردفان وقال مدير شرطة مكافحة المخدرات بالولاية المقدم عبد الباصد بلال محمد علي لوكالة سونة للأنباء إن أفراد الشعب كانوا في مهمة لضبط دراجة نارية محملة بالحشيش بمنطقة البرصايا جنوب مدينة الفولة وتمكنوا من ضبط الدراجة والمعروضات والقبض على المتهمين وعلى الأسلحة والذخائر انتقد صحفيون ما أخدمت عليه اللجنة العليا لمتابعة المؤتمر الصحفية التابع لمجلس الوزراء من طرد لممثل صحيفة الحراكة السياسي اعتبروا هذا السلوك مسيئا ولا يمت لثورة الحرية والسلام والعدالة بصلة ودعوا إلى إجراء تحقيق ورد حق الزميل الذي مثل له التصرف إهانة بالغة أمام زملائه في وقت تتواجد فيه عدد من الصحف وبعض الإذاعات وقنوات محلية لتغطية المؤتمر الذي لم يكن مغلقا أو مخصصا لفئة معينة وإنما كان مفتوحا أمام كافة وسائل الإعلامة سجلت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا كبيرا في أسواق الخرطوم وأرجع تجار جملة ذلك الارتفاع إلى الزيادات الكبيرة التي قامت بها المصانع مؤخرا واشتكى بعضهم من إحجام المواطنين من الشراء ووفقا لصحيفة الانتباهة فقد سجل سعر سكر كنانا 17 ألف جنيه وزيادة بينما سجل سعر جوال السكر المستورة 16 ألف جنيه وبلغ سعر الزيت 9 لتر 4 ألف جنيه وغيرها من المواد الغذائية هذا ويعاني المواطن من غلاء فاحش في الأسعار وشح في الموارد في ظل عجز تام من الحكومة الانتقالية لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد كشف عدد من أصحاب مصانع ومخلصون بمينابر سودان عن استمرار تكدس البضاء وحدوث تراجع كبير في الوارد نتيجة لإلغاء الدولار الجمهور والإبقاء على القيمة المضافة وأشار عدد من التجار إلى أن الوارد تراجع بنسبة تقدر ما بين 40 إلى 60 بالمئة مشتكين من أن مينابر سودان ظل يعاني من تعطل الكرينات وضعف كفاءة التشغيل لافتين إلى حدوث ضعف أيضا في تخليص الصادر مما اضطر البعض للاتجاه للعمل في ميناس واكن وأن المشكلة تتكرر كثيرا مما ينعكس على حدوث تلف في البضاء وزيادة في التكلفة قال وزير الرئيسر عباس إن مفاوضات سد النهضة تعثرت بسبب التعنت الإثيوبي والمضيف خطوات الملء الثاني للسد وجدد عباس موقف بلاده الرافض أي خطوة آحادية من الجانب الإثيوبي دون التوصل لاتفاق قانوني بين أطراف التفاوض وأشار أن لذلك أثار سلبية على تشغيل خزان الروسيرس وبقية الخزانات وعلى السكان بطول الضفاف النيل الأزرق أعلنت وزارة الرئي والموارد المائية تزيل مناسب حرجة في ثلاث محطات الخرطوم عطبرة وشندي وكشف الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني عبد الجليل عبد الرحيم أن جملة الأضرار التراكمية بولايات السودان منذ بداية الخريف حتى الآن بلغت اثنين وأربعين حالة وفاة وثلاثة وعشرين إصابة علاوة على انهيار الفين وستمائة واثنتين عشر منزل بشكل كامل وسبعة ألف وثمانمائة واثنين وتسعين بشكل جزئي بيان اليومي للجنة الفيضان عن 17 أغسطس 2021 بالنسبة للإرادة عند الحدود السودانية الأسيوبية النيل الأزرق تناقص إلى 600 مليون متر مكعب خلال الأسبوعين السابقين بعد أن كان قد بلغ 800 مليون متر مكعب في اليوم وأما بالنسبة للنهر أطبرة فقد تزايد إرادة اليوم إلى 420 مليون متر مكعب في اليوم المحطات التي سجلت مناسيب حرية الخرطوم سجلت 17-14 بهبوط حوالي 2 سنتيمتر عن الأمس وده أغلى من أعلى منسوب سجل 7-66 بـ 52 سنتيمتر سجلت عطبرة 16-11 أغلى من أعلى منسوب سجل بـ 53 سنتيمتر وشندي سجلت 17-85 سنتيمتر أغلى من أعلى منسوب سجل بـ 59 سنتيمتر التصريفات خلال السدود بملايين الأمتار المكعبة الروسيرس 558 مليون متر مكعب في اليوم أغلى بـ 13 مليون عن الأمس وسنار 648 أغلى بـ 55 مليون متر مكعب عن الأمس وجبل الأولياء 63 مليون متر مكعب أغلى من الأمس بـ 3 مليون وعالي عطبرة وستيت 240 أغلى بـ 98 مليون متر مكعب عن الأمس وخشمة القربة 237 مليون متر مكعب أغلى من 68 مليون متر مكعب عن الأمس ومروي سابتة في 805 مليون متر مكعب بالنسبة للتنبوات بمستويات المياه في القطاعات قطاع الروسيرس الخرطوم سوف يشهد انخفاض وغطاع الخرطوم شندي يشهد استقرارا وغطاع شندي عطبرة يشهد ارتفاع بمعدل 4 سنتيمترات أما غطاع عطبرة مروي أيضا يشهد ارتفاع بمعدل 5 سنتيمترات بالنسبة إلى غطاع مروي دونغولا سوف يشهد استقرارا عليه على المواطنين في كل هذه الغطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة بالنسبة للتنبوات بمناسب المحطات ليوم قدن واليومين التاليين والدالعيس منسوب اليوم ستاير خمسة وخمسين نتوقع اليوم قدن ستاشر أربعين بهبوط عشر سنتيمترات والمدني تزاعتاشر تمانين نتوقع يوم قدن تزاعتاشر تلاتة واربعين أي بهبوط ما يغارب نصف متر الخرطوم سبعتاشر أربعتاشر ونتوقع اليوم قدن سبعتاير سبعة بهبوط سبعة سنتيمترات شندي سبعتار خمسة وتمانين بزيادة ثلاثة سنتيمترات وعطبرة ستاشر حداشر بهبوط حوالي 12 سنتيمتر ودنغولة خمستاشر تزاعتاشر بهبوط سنتيمتر واحد الإجراءات التي اتخذت اللجنة لمواجهة تخفيف حدة الفيضان بالذات على منطقة الخرطوم وشمال الخرطوم وجهت اللجنة بتخفيض تصريفات خلف سجة بلولية إلى ستين مليون متر مقاعف اليوم وخلف سد الرسيرس إلى خمسمائة وسبعين مليون متر مقاعف اليوم وذلك لحين انشعار آخر لتخفيف حدة الفيضان أيضا منذ الأمس 16 أغسطس 2021 بدأت تخزين بمجمع سدي عالي نهاية النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين أهالي الأبي تطالبون بعزل والي الولاية بعد تفلتات أمنية وقوى الحرية والتغيير بجنوب دارفور تسحب الثقة من الوالي وتطالب بإقالته انسحاب ناظر البنعامر من عضوية آلية تنفيذ مبادرة حمدوك وسيل من الانتقادات لعدد من الأحزاب لآلية مبادرة حمدوك مقتل جندي وإصابة ثلاثة في هجوم استهدف عربة تتبع للدعم السريع بغرب كردفان شكرا لطيب المتابعة نترككم الآن مع جولة الصحافة وحوال التقسي وأسعار العمولات إلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة